اشتركوا في القناة وعميق لجميع الذين ساهموا في تنظيم الاحتفالات بهذا الحدث العزيز كما اتقدموا بالشكر لكل المحبين والمهنين المحتربون والمحترمات الذكرى الحادي والثلاثون لاستقلالنا لها سماتها المميزة في هذه الأوقات المحيرة من الاضطرابات الإقليمية والعالمية المتزايدة في الواقع في هذه السنة الحرجة ومن أجل الحفاظ على استقلالنا وسيادتنا وحمايتهما يتعين علينا إجراء تقييم شامل لمساراتنا الماضية والحالية والمستقبلية من جهة والأحداث التي وقعت أمس واليوم على الصعيدين الدولي والإقليمي من جهة أخرى يعد هذا التقييم أمرا حيويا لخياس ما يمكن أن نتوقعه غدا وكذلك لتحديد ما سنحتاج إلى تحقيقه على مدى طويل خرجت مسألة استقلال إيرتريا وسيادتها عن مسار الطبيعي في عام 1941 بعد نهاية الحرب العالمية الثانية في منطقتنا حيث تم خنقها وقمعها من قبل القوى الكبرى في ذلك الوقت ونتيجة لذلك فإن تطلعات الشعب الإيرتري إلى الاستقلال التي برزت في البداية كمعارضة لم يمكن أن تتجلى إلا في شكل مقاومة شديدة تدمير إيرتريا من خلال الضم الذي تم اختلاقه من أجل خدمة ما يصفونه بالمصالح الاستراتيجية والمهيمنة للقوى الكبرى والحيل السياسية المنسوجة لتقسيم وإضعاف الصف الإيرتري من خلال الانقسام الديني والصراع لم تكن ناجحة على العكس من ذلك أدت هذه الأعمال إلى زيادة الوعي السياسي لدى شعب الإيرتري ودفع الشعب الإيرتري إلى تنشيط نضالاته السياسية وكفاءته التنظيمية لإرساء أسس متينة لاستقلاله وسيادته ومع اشتداد النضال السياسي للشعب الإيرتري بزخم نوعي لجأت قوى الهيمنة إلى القمع العسكري مرة أخرى أدى هذا إلى نشوء الكفاح المسلح والمقاوة من قبل الشعب الإيرتري وارتقى بنضال الاستقلال إلى منصة أعلى اتسمت الرحلة الطويلة للنضال المسلح من أجل الاستقلال بأعمال تخريب لا تعد ولا تحصى ومثيرة للانقسام من قبل قوى خارجية وداخلية من أجل غرس الانقسامات الداخلية وبالتالي الحد من تقدم ووتيرة النضال التحرري وأمام هذه المحاولات زاد الشعب الإيرتري من دعم وترسيخ أسس الاستقلال من خلال التنظيم الفعال لصفوفه وتماسكه تطور الوعي السياسي في عملية ديناميكية جنبا إلى جنب مع البراءة التنظيمية والوحدة مكنت الكفاح المسلح للشعب الإيرتري في نهاية المطاف من التغلب على جميع العوائق وتحقيق استغلال البلاد منتصرا الاستقلال الذي تحقق بعد خمسين عاما من النضال الذي قدم تضحيات جسيمة كان مشبعا بالسيادة الخبرات والدروس المستقاة في هذه الفترة التي تبدو قصيرة والتي تبلغ خمسين عاما بين عامي واحد واربعين واحد وتسعين وسعمائة وألف أبعادها التنظيمية ومساراتها ثقافة التحدي والمقاومة التي رعاها والتماسخ الشعبي والوحدة تشكل ثورة هائلة شملت تحولا تدريجيا ومتزايدا للأجيال يتم التأكيد بشكل أفضل على حجم هذا التحول عندما يتم قياسه مقابل حجم الأعمال العدائية والتهديد الوجودية الذي تشكله هذه على الشعب الأورتري وأمته إن جوهر ذكر الاستقلال العزيز الذي نحتفل به اليوم هو الناتج التراكمي للقيم السياسية والعسكرية والاجتماعية والثقافية الديناميكية التي ظهرت في تلك السنوات الخمسين المحترمون والمحترمات الحضور الكريم لم تكن قوى الهيمنة والقمعة مستعدة لإعطاء الفرصة لشعب الأورتري للتركيز على المهام الجسيمة لبناء الأمة كما كان الحال بعد عام واحدٍ واربعين وتسعمائةٍ وألف فخلال الإحدى والثلاثين سنةًا الماضية لجأت هذه القوة إلى التدمير المتعمد لقاعدة إورتريا الاقتصادية والبنية التحدية من خلال إثارة النزاعات والصراعات الحدودية التي لا أساس لها وعندما تم التغلب على هذه الحيلة ذهبوا إلى ما هو أبعد من التشهير والشيطرة وإلى فرض عقوبات غير مشروعة وأحادية الجانب بين ألفين وتسعة وألفين وثمانية عشر بحجج اتهامات كازبة بدعم الإرهاب وقد رافق ذلك أعمال تخريب خفية لا هوادة فيها ضد أمننا القومي وبالأمس وفيما يبدو كتدعيم للاعتداءات السافرة التي شنت ضد بلدنا في الماضي كشفوا عن نواياهم بفرض موجة ثانية من العقوبات علينا بلا خجل في هذه الحالة تنبع أهمية استقلالنا وسيادتنا اللذين نتباهى بهما كثيرا من الجهود المتراكمة والقيم التي تمت رعايتها بمرحلة تلو الأخرى في الثمانين عامنا الماضية ويترصق ذلك على الدروس المستقاة في كل من الخمسين سنة الأولى من النضال قبل الاستقلال والأعمال العدائية التي اندلعت لمدة ثلاثين عاما بعد ذلك بهدف تقويض استقلالنا وسيادتنا وأهداف بناء الدولة وسيظل توطيضها الحتمي والديناميكي بمثابة التزامات ومسؤولية الأجهال المحترمون والمحترمات إن تنمية وتوطيض روابط الصداق مع الشعوب الأخرى لم يكن مفهوما رائجا أتى به الزمن وإنما قناعة ساسية أيدها النضال التحرري للشعب الإرتري حيث ثعى بقوة لتعزيز التضامن والتكامل إن تضامن النضالات التحررية للشعوب يبقى حقا خيارا لا يمكن تأجيله حتى بعد الاستقلال لأنه يهدف لتهديئة مناخ ملائم لتعزيز التكامل المتبادل والنمو للزهار لأجهال وبالتالي فإن ضمان استقلال وسيادة أي دولة يتم عبر تعزيز التنمية المستدامة وتقويتها من خلال التكامل المتبادل بين الدول والشعوب إن التضامن والتكامل بين الدول والشعوب لهما أهمية فريدة خاصة في إفريقيا كغارة شديدة التهميش وفي سياق عدد السكان المتزايد والذي يبلغ 1.2 مليار تحتاج الدول الإفريقية إلى تشكيل مؤسسات إقليمية وشبه إقليمية تتجاوز حماية استقلالها وسيادتها وهذا ليس خيارا بل ضرورة ولذلك كرست الحكومة الإيرترية الكثير من الموارد والطاقة لتعزيز النمو الاقتصادي المتبادل والاستقرار ومكافحة الإرهاب والعمال التخريبية ضد الأمن القومي وعملت بلا كلل من أجل التكامل الإقليمي وإن كانت عوائق وأجندات قوى الهيمنة قد حدت من نجاحه لكنه يظل هدفا لا قنع عنه يعزز استقلال وسيادة الشعوب على هذا النحو يجب متابعته بقوة أكبر وفي سياق الأحداث الدولية الجارية المحترمون والمحترمات كمسألة صدفة زمنية وظرفية تزامنا تحقيق استقلالنا مع نهاية الحرب الباردة وإن كانت المعايير العالمية والإقليمية التي قامت عليها نهاية الحرب الباردة عديدة ولكن في الخلاصة فاستقلالنا كان رمزا يتجلى كأحدى مظاهر نهاية نظام عالمي مختل وعصر ضايع السؤال الحاسم هو ما هي التطورات اللاحقة وما هي الآفاق الحالية والمستقبلية بعد عام 1991 ما برز فيما يسمى بكتلة الغرب والتي لا تمثل شعوب الغرب أو الشعب الأمريكي التي تقودها الولايات المتحدة المدعومة أساسا بقوة هيمنة صغيرة أو قليلة كان ظهور وانتشار تيار خطير لقد أساءت نخب الهيمنة تفسير نهاية الحرب الباردة على أنها فرصة تاريخية لقد أكدوا أنه بعد انهيار الاتحاد السوفيتي سيكون العالم ملكنا للألفية القادمة وتفوقنا في جميع المجالات لن يتم الطعن فيه بأي قوة وعلى أي حال لن يتم التسامح مع ظهور مثل هذه القوة سيتم تقسيم العالم إلى مناطق نفوز وستتم إدارتها من خلال دول ركائز مختارة كما حدث شرعوا في سياسة احتواء روسيا التي كان ينظر إليها بعد ذلك على أنها خصمهم الأساسي ضمن إطار استراتيجي واسع من الناحية التكتيكية تم اختيار دول أوروبا الشرقية الواقعة على مقربة من الحدود الروسية كوسيلة لسياسة الاحتواء كان المأزغ المحتمل لهذه السياسة والذي يرقى إلى مستوى إعلان الحرب واضحا للغاية إن الوضع الخطير الذي أوجدته الآن هو النتيجة الطبيعية الحتمية لما بدأ في الأصل إن الوضع الذي حدث في أوكرانيا الآن هو استمرار لهذا الاتجاه إنه ليس حادثة مفاجئة أوكرانيا وشعبها ليسوا إلا ضحايا وزرائع لهذه السياسة لم تنجح سياسة الاحتواء ومخالبها متعددة الطبقات في الثلاثين عاما الماضية معارضة حكم الغابة باختصار حكم الغابة الذي فرضته نخب الهيمنة والمتسمة بالانتزاع القصري والتخويف وقعقعة السيوف والتشهير والعقاب والعقوبات والغزو الاستهزاء بالقانون الدولي استخدام حوظ الإنسان كسلاح تنامت مع مرور الوقت وظهر التهديدات أخرى متصورة على المسرح العالمي لتكمل التهديد الروسي استدبع فشل الطموح الفلسفي اضطرابات وأزمات اقتصادية في المقام الأول في توزيع الثروة والدخل الذي لا يمكن الدفاع عنه في أجواء مختلفة أو في أجزاء مختلفة من العالم وإن كان ذلك بأشكال وزرائع مختلفة لما تستهدف نخب الهيمنة الروسية وحدها على نفس المنوال شرعوا في احتواء الصين ليس فقط من خلال تايوان وهونغ كونغ ولكن أيضا من خلال احتضان مختلف التحالفات والمنافسات في آسيا ككل إن الخطر الذي يمثله هذا لن يكون أقل إن لم يكن أكبر بكثير مما حدث مع روسيا ولأنه بدلا من أن يقوموا بتصعيح أخطاءهم لاستمرارهم في هذا المسار مدفوعين بردود أفعال محبطة وحسابات خاطئة فليس من الصعب استنتاج المسار الذي سيظهر بكل عواقبه نتيجة حساباتهم الخاطئة المحترمون والمحترمات بالنظر إلى الوضع الإقليمي والدولي الموصوف في إجاز أعلاه فإن جسامت مهمة الحفاظ على استقلالنا وسيادتنا التي حصلنا عليها بشق الأنفس شديدة الشفافية بحيث لا تستحق التفصيل في هذه الحالة تشكل أولية الأولويات وخيارنا الحالي تقوية وتعزيز نظام القيم الراسخ لدينا إعادة تنشيط جهودنا في بناء الأمة على جميع الجبهات التنموية مكافعة التحديات التي نواجهها بعزم وحكم مميزين لتحقيق مستوى أعلى من النمو إن تعزيز الاستقرار الإقليمي وتعزيز الرابط القوي من التعاون المتبادل والتكامل والنمو بين الدول والشعوب المستقلة وزات السيادة كان ولا يزال جزءا لا يتجزأ من بناء دولتنا على هذا النحو من الضروري بالنسبة لنا العمل من أجل أهدافنا المشتركة في هذا الصدد بجهود موسعة ومضاعفة على الرغم من الأجندات المدمرة العلنية والسرية لإحداث الانقسام بين مواطني منطقتنا وإضعافهم تحت خدع مختلفة من الاستغطاب الرأسي بما أن كوارث الحرب الباردة وتوابعها المتميزة بمحاولات مضللة لفرض نظام عالمي أحادي القطب قد خلفت دروسا تاريخية قيمة فإنه بعكس قوانين القاب لا يمكن أن يرتكز استقرار وازدهار شعوب العالم إلا على نظام عالمي قابل للحياة لا ينتهك فيه استقلال وسيادة الشعوب والدول احترام القوانين الدولية إنهاء التدخلات والعقوبات الوحادية ضمان التوزيع العالمي والعادل للثروة والدخل تعزيز أواصر التعاون والتكامل في هذه الحالة من واجبنا أن نتعاون مع جميع الشعوب والأمم لتعزيز هذا الواقع العالمي وكجزء لا يتجزأ من التزاماتنا الوطنية والإقليمية والقارية هذا هو خيارنا المستقل وفخرنا أطيب تمنياتي لموسم أمطار وفيرة المجد والخلود لشهدائنا الذين سلمون الاستقلال والسيادة النصر للجماهير اشتركوا في القناة